بسم الله والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمدًا وعلى آله وصحبه الكرام عملاً بقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياةً يا أولى الألباب وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وأخدم بالعرف الاجتماعي المتوارث عن الأجداد فإننا نطالب الجهات المسؤولة في الدولة كل حسب اختصاصها بتحمل المسؤولية حيال ما حدث في ترهونة من جرائم ضد الإنسانية خلال فترة سيطرة عصابة الكاني الإجرامية نطالب بالقبض على المجرمين ومنهم من يتجول في دول الجوار والتحقيق معهم لمعرفة مصير باقي المفقودين ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات عليهم نطالب بعدم عودة أهالي المجرمين ومن ساندهم ومن كان داعماً لهم الذين وفروا لهم الغطاء الاجتماعي لارتكاب أبشع الجرائم إلى أن يتم محاسبتهم والقصاص من المجرمين وجميع المتورطين في الأعمال الإجرامية نطالب المجلس الرئاسي والحكومة ووزارة الشباب بعدم تجاوز وتهميش أهالي الضحايا عند الخوض فيما يسمى المصالحة الوطنية حتى لا تكون شعار لدس السمي في العسل خدمة لأغراض شخصية نؤكد لا مصالحة في ترهونة ما لم يعاقب كل متورط في الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإجرامية ضد أبناء ترهونة والمدن والمناطق المجاورة لا مصالحة في ترهونة ما لم يتم معرفة مصير كل المختطفين والمفقودين من أبناء ترهونة والمناطق والمدن المجاورة بسبب الأعمال الإجرامية التي اخترفتها الأياد الآثمة من خطف وإخفاء قصري نطالب الرئاسي والحكومة وكل الوزارات ذات العلاقة بالعمل على إنشاء صندوق سيادي لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي طال أبناء وأهالي ضحايا الأعمال الإجرامية نؤكد 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 وبكل حزن إننا لا نبغي استفاء الحق بالذات وإنا على ذلك لقادرون بإذن الله ولكن مزال يحاوذنا الأمن في مؤسسات الدولة أن تسارعوا في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستفاء الحقوق وفق التشريعات النافذة الله أكبر الله أكبر والله الحمد دوينا يوم السبت بتاريخ 1 أكتوبر 2022 السلام عليكم الله أكبر اشتركوا في القناة